موسيقى دائما في فاق الوحدة الأولى فاق السلطاني دائما للدور العضالة الهيكالية سنقوم بخلاصة والسنتجات للفيديوهيات السابقة إذن نذكركم دراسة تجربية التقلص العضالي ماذا يمكن القول؟ إذن يمكن تسجيل التقلصات العضالية باستعمال نموذج حيواني كنا استعملنا لفتوباق العقلين على الضفضاع إذن تعمل كذلك على عدة تجربية مناسبة ويعتبر هذا جد ضروري لفهم آلية التقلص العضالي ومستلزماته إذن هذا الشيء يمكن أيضا من الكشف على الظواهر المرافقة للتقلص العضالي إذن لفتوباق العقلين تسجيلات التي قمنا بها في الفيديوهيات السابقة هناك أربع تسجيلات تسجيل أول كنا حصلنا عليه لما طبقنا إيهاجة واحدة فعالة فكنا حصلنا على رعشة عضالية معزولة مكونة من فترات مختلفة فترة كومون فترة التقلص وارتخال إذن تسجيل تاني كنا حصلنا عليه فشقمنا بعدة إيهاجات متزايدات الشدة فلاحظنا أن التقلص يزداد حتى يصل إلى حد أقصى ثم يستقر رغم زدياد شدة الإهاجة شفنا كذلك التسجيل الثالث لما قمنا بعدة إيهاجات لها نفس الشدة والمدة ذات تردد كبير أو صغير فحصلنا على كزاز تام أو كزاز غير تام على حسب الحالة أخيرا تسجيل الرابع كنا حصلنا إليه بعد قيام بعدة إيهاجات لفترة طويلة فبعد التعب العضالي ينقص وصع التقلص مع ازدياد مدة الارتخاء أو 1 و AN إذا بقتوا عقلي إذن بالنسبة للضواهر المرافقة للتقلص العضالي هناك نوعان للضواهر كين ضواهر حرارية بحل طبيعة الحرارة الأولية لكتزامن مع التقلص العضالي وهناك حرارة متأخرة تظهر بالتقلص العضالي بعدة دقائق هناك كذلك الضواهر الكيميائية والطاقية بحيث هناك ارتفاء استهلاك الأكسيجين والغليكوز وطرحة هناك أكسيد الكربون أحيانا تكون هناك الطرحة للحمد اللباني وهذا يبين أن التنفس والتخمر يوفران الطاقة اللازمة للتقلص إذن بالنسبة لبنية وفوق بنية العضالة الهيكالية المخططة بالنسبة للبنية تتكون العضالة من ألياف عضلية وهي خلايا متخصصة في وظيفة التقلص كما أنها وحدات بناء العضالات بالنسبة لهذا الألياف فوق البنية تتكون هذه الألياف من اللوييفات مشكلة من تتابع عدة ساركوميرات هذه الساركوميرات تكون مكونة من أشريط قاتمة وفاتحة ناتجة عن توزيع خويطات الأكتين والميوزين إذن نوجد كذلك بالليف العضالي ما يسمى بسيتوبلازم أو ساركوبلازم إذن هو وسائل يحتوي على ميتو كوندرياج وحبيبات غليكوجين وشبكة ساركوبلازمية متكتلتف حول هذه اللوييفات إذن باش ننخصوا هذا الشيء بما أن العضالة عبارة عن مجموعة من الألياف العضالية إذن نفسر إزدياد وسائل التقلصات العضالية عند تطبيق إهاجات متزايدة شدة إذن بإزدياد عدد الألياف المستجيبة إذن نفسر كذلك استقرار وسائل التقلصات العضالية بعد ذلك باستجابة جميع الألياف وهو ما يسمى بقانون تجنيد أو قانون تابعة إذن سأكتب قانون التجنيد قانون تجنيد أو قانون التابعة إذن فيما يخص آلية التقلص العضالي إذن تؤدي الإيهاجة إلى إيهاجة الأعضالة إلى تحرير الكالسيوم من شبكة ساركوبلازمية فيتشكل مركب الأكتوميوزين هذا الشيء تقوم بتسريح حلمة الأتيبي إلى أديبي وفوسفار لاعضوي مع تحرير الطاقة إذن تستغل هذه الطاقة المحررة في دوران رؤوس ميوزين مما يؤدي إلى إنزلاق خليطات الأكتين وحدوث التقلص العضالي إذن عودة الكالسيوم إلى الشبكة الساركوبلازمية تؤدي إلى إنفصال رؤوس ميوزين عن الأكتين وحدوث الارتخاء العضالي أخيراً كنا نترق إلى طرق تجديد أتيبي فهناك طرق سريعة لهوائية مثل تفاعل جزئتين أديبي لإنتاج أتيبي وعدنا كذلك تفاعل أديبي على حساب الكرياتين فوسفات مع الطرح حرارة أولية هناك طرق بطيئة لتجديد أتيبي لهوائية مثل التخمر اللباني وهوائية وهوائية مثل تنفس مع الطرح حرارة متأخرة إذن يفسر التعب العضالي بكون سرعة تجديد أتيبي لا تواكب سرعة استعماله وبالتالي لا تكون كمية أتيبي كافية فينقص هذا من وسع التقلصات العضالية كما أن حدوث الارتخاء يتطلب ارتباط جزئات أتيبي جديدة برؤوس الميزين لتنفصلها عن خياطات الأقتين وهذا ما يؤدي إلى إطالة مدة الارتخاء العضالي إذن كنتمنى أنكم سفتم من هذا الفيديو إلى حققة قادمة من درسة المدرسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر